استاذة حجم الاموال اللي صرفت على العراق تبني مئة دولة مو دولة واحدة نعم ستار صوتك بعيد ايه عفو الفساد الاموال اللي اخذها من العراق ايه ايه ها تكفي عشر دول ايه نعم لانه اه انا مرة قرأت تقرير زين 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 اه مقدار هاتنية سانتين حلو زين زين انت ستار اي اردا سئلك انا اكيد مار من مكان وشايف فد مستشفى فد مدرسة متروكة فد بناء متروك وصال لفترة هاي البناء التحتية اللي ممكن انهملت واندثرت شنو هاذ المشاريع يعني شنو وضحها انت برأيك ممكن ان تحل ممكن ان تعالج مثل هاي المستشفيات اللي كان لصالها اربعة ثمين وخمسة ثمين مستشفى العسكري اللي بباب الشر يصالها يمكن ثمان ثمين زين كما كان يعني كل هاي شمكات فساد استاذ اذا ماكو رقابة من الدولة مباشرة ومحاسبة قاسية يبقى المال السائد ما احد يحاسب بس احنا ممكن انه نعالج الموضوع يا ستار قصدي انه ممكن هاذ الامور يعني تدر اكو اكو بناء بنسبة تسعين بالمية وثمانين بالمية ومتروك تعروك نعم استاذ صحيح يعني نسبة الانجاز قليلة جدا وانتركت وصار لها اكثر من خمس ست سنوات وهذا شيء يقهر طيب احصل مستشفيات مستشفيات احسنت احسنت مستشفيات مستشفيات الخاص ستار على اساس يبقى تشتغل نعم عاشت ايدك يا ستار مرة خصة كاني عندي طلب خاص اذا ممكن يعني انت تأمر 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 ستار تفضل خمسة واربعين سنة انا ما سمعت صوتك راح اتفضل عيد المناشر مستاذ انا عمر خمسة واربعين سنة زين خريج علوم الفين واثنيا الفيزيو ممتعي نعم وكنت اشتغل كاسب وصال لسانة مريض لا اكثر يعني فحالينا ندد وعندي خمسة اطفال بس اريد يعني احد يفاعدني براته برعاية اجتماعية طيب طيب انت تريد السجل بالرعاية صح؟ نعم انت خليك وياي على الخط لا تغلق الخط وهس شكاوى المواطنين ياخذون اسمك ورقمك حتى هم يبعثون اسمك للرعاية تمام؟